سعد فتى كسول خامل أصدقاؤه يعملون ويجتهدون وهو نائم وجميع أصدقائه يتمنون الوصول لكأس العالم ولكنه غير مهتم بما يقولونه وغافل عما يفعلونه ولكن عندما جاءت مباراتهم مع ناد آخر تدرب الجميع عدى سعد فقد كان نائما يحلم أن يفوز ولكن من دون أن يبذل ولا حتى ذرة مجهود اقتربت المبارات واقتربت لكن سعد لم يواضب على التدريب كحارس مرمن وجاءت المبارات ولم يتدرب سعد على عمله لأنه في المبارات كان يستند على الحائط وينام ويحلم بالفوز ثم يأتي صديقه بادر ويقول له خوية سعد استيقظ ألا ترى أننا في مبارات فيستيقظ ثم يعود للنوم ويأتي صديقه راشد ويقول له أوف ما زلت نائما يا ربي متى ستستيقظ ويستيقظ ثم يعود للنوم واستمر الحال هكذا فترة من المبارات إلى أن أصبح الفريق المنافس ثمانية وهم صفر حتى إن المدرب غضب من تصرفات سعد الطائشة فأخرجه وأدخل بدلا منه اللاعب حسن لأنه نشيط ومفعم بالحيوية كالمعتاد فتعدلت النتيجة وأصبحت ثمانية مقابل ستة إلى أن أصبح فريق سعد تسعة والفريق الآخر ثمانية واستمر الحال إلى أن انتهت المبارات وعندها كافأ المدرب اللاعب حسن على أدائه الرائع كحارس للمرمى وطبعا كافأ بقية اللاعبين على مجهودهم ومنهم راشد وبدر ومحمد وغيرهم واستمرت عدة مباريات على هذه الحالة ويتبدل سعد بلاعب آخر ولكن المدرب أطجر من تصرفات سعد التي لا يحسد عليها فطرده من الفريق أجمع وحزن سعد على تلك الأعمال التي كان يقوم بها أمام الجمهور فمؤكد أن الجمهور كان يضحك على تصرفاته فهو يسمع دائما في الأخبار فوز فريق النمور فهو فريقه ولكنه أراد أن يشعر بذلك الفخر والاعتزاز أمام الجميع ولكنه الآن تغير بعدما طرده المدرب فقد أصبح نشيطا على غير العادة رشيق الحركة عكس طبعه فقد بدأ التدريب وبعزيمة ونشاط فقد ظل ساهرا طوال الليل يتدرب على مباراة فريقه القادمة فذهب عند المدرب وطلب منه إرجاعه لمكانه فقبل المدرب ولكن شرط عليه أن لا يعود مرة ثانية وينام على حواف في المرمى وفعلا تغير سعد كثيرا وأصبح نجم الفريق من جديد سعد كثيرا وأصبح نجم الفريق من جديد